حكاية الثالثة وهي حكاية هامة جدا وامبارح ما اتكلمت فيها ناس كتير انزعجت وناس كتير قال لك عمر أديب ده متشائم عمر أديب ده بوما يا بخت من بكاني مش عالف جاي معاه بأمسيلة وشعر النهاردة يا بخت من بكاني وبكى الناس عليها وهلا فرحني وفرح الناس وهلا فرح الناس بي أي حاجة يعني حاجة كتير المسألة ببساطة انه الدولة المصرية طلعت بيان عنيف جدا على لسان وزارة خارجيتها وقالت ان احنا عندنا مشكلة مع أسيوبيا مش عمر اللي بيقول وهذا الامر اللي هو أول للرأس حنجلة هذا الامر كان واضح بقاله مدة النهاردة الأسيوبيين مكملين في هذا الامر اللي هممني في الأخبار اللي جاية من أسيوبيا انه يتحدث الأسيوبيين عن تمسك مصر بحقها يعني الأسيوبيين بتكلموا ايه يقول لك المصريين بقى مزودين أو متمسكين ومسرين أنا أمبسط أما أعرف انه المفاوض المصري بتاعي متمسك بحقوقنا وبحاجتنا الأخبار اللي طلع من أسيوبيا على لسان وزير الرأي الأسيوبي من خلال تصريحاته بيقول نحن عندنا أرجوكوا اسمعوا الأرقام بشكل واضح انه المصريين مصرين على الاربعين مليار متر مكعب مية في وقت الجفاف واربعتاشر ونص في وقت الجفاف الشديد احنا بنقول لهم ايه الأسيوبيين قالك لا انت تاخد المصريين عزين اربعين في وقت الجفاف قالك لا انت تاخد خمسة وتلاتين في وقت الجفاف وقت الجفاف الشديد تاخد تلاتتاشر ونص فهو بيتكلم إنه المصريين طلبين أرقام والأثيوبيين عايزين أرقام تاني وبيتكلموا أيضا وده على لسان وزير الرأي والمياه الأثيوبي إنه إن المصريين في المفاوضات حطين اقتراحاتهم كاملة ومصرين عليها أنا بقول لحضراتكم كلام رسمي وبيقول إن المصريين أيضا قالوا إنه إحنا عايزين في كل الأحوال عندنا وراء السد بتاعنا يبقى فيه المستوى بتاع المياه بتاع المياه 65 متر إن أنا يبقى عندي وراء السد بتاعي المياه 65 متر وطبعا بيرددوا مرة أخرى إنه المصريين كانوا بيتكلموا على الملء من 12 ل 21 سنة وهذا الأمر اللي نفته الخارجية المصرية الأمر على لسان وزير الرأي الأسوبي قال لك خلاص إحنا بقى رايحين أمريكا وأنا عرفت النهاردة خبر إنه وزير خارجيتنا سفر بالفعل وده شيء جيد إنه هو راح بدري يبقى موجود هناك لأنه الأمر جلل ويستحق الاهتمام ويستحق إن حضراتكم تتابعوا هذا الأمر يوم 13 و14 في واشنطن لما حنقعد مع وزير الخزانة الأمريكي هيقعد التلات دول مع وزير خزانة الأمريكي من ووشن ومع رئيس البنك الدولي ونقول لهم يا جماعة إحنا وصلنا لحرسد إنه المصريين عايزين كذا والأسوبيين عايزين كذا وقال أيضا وده شيء عظيم وده شيء يتحسب لنا إنه كلنا حنلتزم بالمادة العشرة هو ما قالش عنلتزم يعني إنه ما قال إنه في الحالة دي بيبقى فيه المادة العشرة من إعلان المبادئ اللي بنقرر فيه إنه إحنا نجيب حد يحكم بنا أو إنه إحنا بنرفع الأمر لرؤساء الدول ملاحظة على جنبي كذا كان في حوار من يومين مع ترامب فلما حفيه إنه هو كان وراء جائزة نوبل اللي خدها رئيس الوزراء الأسيوبي أبي أحمد لأنه عمل اتفاق سلام مع إريتريا وقال إنه الرئيس ده عمل اتفاق سلام فأنا دعمته إنه ياخد جائزة نوبل وخدها هل أمريكا والبنك الدولي حيقدر يحط ضغط ونوصل لقرار في واشنطن أتمنى هذا إنما إذا لم يحدث هذا السيارة ترجع للخلف وعندنا مشاكل والأسيوبيين ما عندهمش أي رغبة حقيقية في التفاوض أو التوازن والكلام كله على إنه يعني ينعمل سد النهضة زي ما إحنا عايزين وإنبارح الخارجية المصرية قالت لك إحنا كل ما نتكلم معهم في ملء السد يهددوا طب إحنا حنملة وملناش دعوة إنه مفيش حوار إنت مش عارف توصي معهم في الحوار ويبدو أن موضوع يعني إن إحنا نشوف والعلاقات وبتاع هذا الأمر انتهى إحنا دلوقتي في إنه يأتي الأمر بشكل واضح ويتحل في واشنطن ونوصل لديل واضح أو لسه هندخل تاني في طرف رابع ييجي وندخل تاني في اجتماعات مع الرؤساء ووارد إن ده يكون كل الأطراف بتتشدد جدا عشان توصل للمكسيمم أغلب مفاوضات الدنيا بتبقى عاملة كده ولكن الأمر النهار ده الساعة 11 اللي ربح يوم السبت 11 يناير صعب جدا وخطر أنا مصر على كلامي ويجب إن كلنا عشان يعني نبقى فاهمين ده ونبقى متابعين الموضوع بشكل جيد الدولة بتعمل كل اللي تقدر عليه حنشوف إيه اللي حيحصل وإيه الموضوع